السلام عليكم أصدقاء مرحبا بكم في هذا الفيديو سنتحدث عن أحد المحترفين الذين تقلقوا في أول جوال الدورة أبطال أوروبا ضد الفريق السابق وكيف عرفته أشرف حاكمين مسجد للهدف خذت تنقية 8.9 قريب التنقية السعود العشرة فكبقى تنقية للمزيان كضائر أيمن قدم أداء لرأيه فبطبيعة الحال سنرى من ناحية تاكتكية كيف كان مع باريسان جرمان كيف كان طوره وطبيعة الحال سنتحدث عنه وطبيعة الحال سنتحدث عنه فكيف سنتحدث عنه في هذه المنطقة المعلومة من خلال هذا النقطة الأولى وصلت إلى الكرة وقام بحث تزديده ولكن ضربته في اللاعب هذه المنطقة التي لعبها في الفيديو الكامل هي التي استغلها حاكمي بدأت باريسان جرمان أثناء البناء حاكمي طفل الحلوى التي جاءت اليوم وقلوب دفاع إضافة إلى الأدراع مع حاكمي خط الوسط يكون بها الطريقة وحاكمي ولا ضرب اللون البنفسجي وثلاثة المهاجمين التي كانت في المقدمة كما تلاحظون إذا لاحظتم أن الكرة مستثرة في الجهة الحاكمية وحاكمية التي تقدم بالكرة قبل أن تغيره الرسومات أنا حاكمي ستقدم بالكرة وصل إلى دين بيلة لأن دين بيلة ولدك الدبل حمر وحاكمي ولد الدبل بيت من الذي كانت الكرة حاكمية ونقلها إلى دين بيلة فحاكمي ينطلع في تجارك السام الأسود ومشي في المنطقة كما لاحظتم هذا سأدخل وهذه المرة يحدث لديه الرسومات يتحفون لتجعل الرقابة لا سيق عليه فكذا إذا رأينا وقتها ثانية كانت دقيقة ١٨ سألاحظون أن الضائر الأيصر من البريس الجرمان وحاكمي وضع الأيمن ومشيون ترى أنه يتقدمون الضائر الأيصر من البريس الجرمان من جديد الكرة تصل إلى حاكمي سلبينة كما قلنا جميعا كرة تصل إلى حاكمي حاكمي تقدم بالكرة وكما قلنا بها وكما قلنا بها أو تقدم بالكرة وكما قلنا بها حاكمي لا يقف عن الحركة بل يدخل وكما يصنع لازون الذي ينتهي في البداية من الفيديو كما يتم فهنا كيف قلنا بأنه وصلنا هذا لازون فنرى أن دينبالي يحتكر على الكرة يتعرض لديه ثلاثة اللاعبين الخصن لأنه خطير ثلاثة اللاعبين يتبعون له ويجعل حاكمي يتحفون حروب أريحية بدون أي رقابة دينبالي وحاكمي يبقى حر عندنا في ذيك المنطقة كما لاحظت ما وبه الطريقة يكون مؤهل باش أنه يلاعب اللاعب الجامعي يستقبل التمرير مع دينبالي كلمتنا إياه ويقعوا على الاختراق وهنا إذا لاحظنا بل أنه داخل الصندوق وهو ضاير ضاير وكنشفوه كان ثلاثة المعاجمين داخل البوط إضافة إلى خط وسط إضافة إلى ضاير اللي هو حاكمي فحاكمي لاعب هجومي بمتياز فينكلكم أنكم تلاحظون النتيجة التي كانت عن باريسان جرمان وحاكمي داخل هذه المنظومة حيث أن الفرق يتوليس بني اللاعب بثلاثة جوج والضايا الأيصر ما قصعدش بل كيف قمع اللاعبين الخلف ودوك جوج اللاعبين وخمسة اللاعبين تدفع بهم باريسان جرمان وحاكمي ولا لذيك الدو كما قد كذلك دي لقطة وعدة أخرى نصف الغضرة اللي كانت اللقطة وعدة أخرى أو ثانية أنا حاكمي أو الضوء البيت فبصراحة نرى بأنه بطريقة الضوء المقلوب ويطلعوا مع تلك الحمسة التي يكون الفوق ووقفين مع الخط الخلف فقدروا أن تعتبروا أنه مهاجم ومسيح الضوء الضوء فجميع الكرة التي كانت تتحى في هذه المنطقة كان يربحهم حاكمي مثلا هذه اللقطة المهاجم سيرساق للك الكرة وحاكمي إذا نرى اللقطة من الأولانية كرة صنطران بابا ومسيح الضوء ومسيح الضوء سيرساق للك الكرة ومسيح الضوء وغير من الخلف ومسيح الضوء كرة كانت في السماء أو الضوء بالبيت وخرب الكرة إلى منطقة العمليات ويجب أن يفرر بالكرة وقربه الكرة وقدروا في المدعفة فاحتى الكرة التي تحتمل كرباحها الضوء الأيمن وكذلك كمحاولة ترسيدة على باريسان جرمان كان يسترجعون حاكمي من هذه اللازم وكما لاحظت تسمى هذه اللقطة رجع باريسان جرمان من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية قبل أن يفقد الكرة بوقت طويل مجرد أن الكرة كانت تشكل اليوم خطورة استرجعها حاكمي كذلك هذه اللقطة عفوا في دقيقة تسعود وثلاثين هذه استرجعها حاكمي وجاءت الفرقة كتتناجم فالكرة الثابتة كانوا يجعلونها حاكمية كأنه يقتعدوا الكرة الارتدادية التي يكونوا دين دورس موت ولكن مع ذلك كان حال يتسمى لفضل المنطقة جاءت الكرة قام بتسمى لفضل اللحظة هذه احنا سيقوم بتسمى وهنا قام بتسديد والتسديد كان يفتح فيها رجل كما تلاحظوا يعني يفتح رجل لأن تسديد مشاركة بعيدة وغير مؤثر ولكن مع ذلك الفكرة فهي كعينة كذلك هذه اللقطة ثابتة كما نضع لعب الكرة في دقيقة المنطقة حاكمي نرى اللقطة هنا حاكمي سيكونترون الكرة وعلى اللعب اللعب الجماعي هنا كما نضعه وهنا كانت محاولة خطيرة فقبل أن نرى اللقطة للهدفين لأنها كانت مساعدة كبيرة في الهدف الأول دربة الجزاء والهدف الثاني الماركة هو هنا سيستقبل الكرة في المنطقة كما قلنا أعطى الكرة داخل الصندوق وهنا ما سيقف على الحركة وسيقول كاللعب داخل منطقة الجزاء كما تلاحظوا هذه فقط أريد أن يدوزها لكي تزيدوا في المكسر وتعرفوا الأعمية كيف تستغلط المنطقة في المسجر البارح لكن كما تصنع الكرة كما لاحظوا تسمى ولكن الكرة فقط في المدافع اللقطة للهدف الأول هي ما قلنا في البداية حاكمي تقدم بالكرة من بعد البناء الذي رأينا كما تصنع الكرة كما لاحظوا حاكمي يوقف على الحركة ومعاعد اللعب كامل معاعدة ومعاعدة وهو حاكمي منطقة من بعد حاكمي حاكمي ومعاعدة حر كما لاحظوا تسمى وفي الطريق لذلك الأزول التي كنت تتكلم عنها سابقا أطاق الكرة حاكمي هو اللعب اللعب الجامعي يرجع الكرة في تيجاة دينبالي كما لاحظوا تسمى ها هو دينبالي السر جاعة كرة حاكمي يمعاعد في المنطقة كما قلنا تسمى وانا هي دينبالي صنع الكرة وانا جابه ضرب الجزاء كنت تحت الكرة ورجعت من المنطقة هنا في الهدف الثاني كما لاحظتم حاكمي جديد مستغل ذلك المنطقة كيف تلاحظوا تسمى هنا هذا اللعب سيقوم بالمرة ودخل كيزيد بالكرة كيزيد 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 كيرجع الكرة في تيجاة دينبالي حاكمي كيف قلنا باقي مثل صامر معمر ذلك المنطقة وانا هي منها سيجع الكرة في تيجاة دينبالي انا كنت اعتقد بأنه سيقوم بتسديد ولكن هنا سيقوم واحد القديم وهي وارا توناء وانا هي دوبليمور ذلك اللعب المتدخل للدورت مونت هنا سيمرنا الكرة وانا هي دوبليمور ذلك اللعب للدورت مونت وذلك اللعب للباريسان الجمال ما إلا عليه هو انه يرجع الكرة في تيجاة ديالحاكمي حتى الكرة الحاكمية قرأت اللعب وانا قام بتسديد فا حسب ليكون ضرف فكن عارفوا حاكمي الخدمة في اللاجمات المرتدة وانا ولد الدوب الحمار وكتشوفوا انه وصلنا هذا الميساة ومبابيرا مؤخرا له علما انه مبابيرا وانا نخرج الكرة انا لا أعتقد هنا الكرة وصلت في تيجاة الجهة اليسرى هنا لدينا جوجة اللعبين حاكمي والد الدوب البيت إذا كمنا اللقطة نرى لان اللعب وضعية العرضية التي تقلنا عليها في الفيديو البارح لان العرضية لا تستمر في تيجاة السم الأسود يعني أن ترى المصالة طويلة بل حضوطها بشأنها تقطع كبيرة فلعادة جوجة اللعبين منهم حاكمي قربوا لتوجه ذلك حامل الكرة وكيف وضحنا البارح لان الكرة عند حضوط كبيرة بشأنها تقطع فشكوا اللعب ذلك الوضعية الجانبية فكيف قلنا لانه جوجة اللعب منهم حاكمي وانا كيف لاحظتم لان الكرة تحت ستوجه ذلك اللعب للدوب البيت وحاكمي فكيف شفتوا في هذا الفيديو كيف كان حاكمي في المصالة البارح وكيف كان في الجولة الأولى مع باريسان جرمان وكيف كان في البناء باريسان جرمان ونرى بعض الأمور التاكتكية نصل إلى المزرائي في المصالة مع باير ميناخ في الدخل كنعرف بأنه يستغل النوع من هذه المساحات حيث أنه يطلب الكرة في الهاتف كما تلاحظون تماما هو الذي يطلب الكرة تماما وهو الذي يجب فيها هنا بعد الاستقبال الكرة في الجنح باير ميناخ يجر له الخصم باير كما تلاحظون تماما وهو يستغل المساحة التي كان بين قلب الدفاع وكذلك الضائر هذه كانت تقلق بها الموسم الماضي مع باير ميناخ كنا ندرنا عليها فيديو وكيف كانت تلاحظون طلاقات من ذاك الفيديو الذي كنات صوبنا والفيديو هذا كان عنده علاقة بالموسم الماضي والحمد لله الفيديوهات التي هي فيديوهات التي هي مترابطة كما تلاحظونها وكنا نسجل الهدف هذا الماضي هذا انطلاق من هذه الميزة كيف كانت تلاحظونها حيث أنه انطلق بذلك الميزة من قلب الدفاع وكذلك الضائر وسجل الهدف فهذا أخوة وصلنا إلى هذا الفيديو أتمنى أنكم ستعجبكم من الخدمة اليوم ومطلقة في فيديوهات المقابلة إلى اللقاء